اي اف ام كلام القلب ثرق الحناشي على اي اف ام احلى غديو اتبوني ولا صفحة متاعنا وتابعونا على المباشر حلقة لربعة واحدة وعشرين جوان الفين وثلاثة وعشرين نبدأ توسويت بالفليجة حب ذكركم ديما بربح متواصل على اي اف ام بتنش تكون واحد مزوز فايزين معنا كل انهار اثنين بشكة دو قيمته مليون وعلوش العيد مننا للعيد الكبير شو تعمل بشتربح الشكة دو قيمته مليون وعلوش العيد تشبه التليفون تبعت اس ام اس فيه اي اف ام على رقم خمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية خمسة وثمانين ثمانية وتكون واحد مزوز فايزين معنا كل انهار اثنين نفس لسماس هذك دخلك معنا في القرعة الكبيرة قرعة الفليجة اللي تربحك عشر ملايين كاش كان مش اكثر سوم لسماس تسعمية وثمانين ملي مع اي اف ام والفليجة قول الربح ايجع كلام القلب كالعادة العقل يا خراحة نوعية زمنية لمدة ساعتين والكلمة تكون للقلب على الرقم 31 308000 موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم يبدأ باللو السحرية واللي تعطينا قدرة انه نتخيلوا حاجات خيالية نحركوا اليماجيناسيون متاعنا نحركوا الخيال متاعنا فنقولك انا لو عندك القدرة لو عندك القدرة قدرة خارقة انك ترجع للماضي عندك قدرة خارقة ترجع بها التالي للماضي وتعاود تعيش نهار قديم من اللي يتعدى في حياتك عمرك عشرين عمرك ثلاثين عمرك خمسين عمرك سبعين او اكثر نجم ينطبق عليك هذ حتى كانك صغير في العمر عندك نهار قبل هكا تحب التعاود تعيشه الماضي ساعات يكبل ساعات يقوي لكن ديما كل ما يتعدى يصبح لي حنين معين خاطر ما يتعاودش حتى احزان وساعات الواحد كتذكرها بعد مدة فما كتبسيمة صغيرة تخرج كيفاش عندها مدة كيفاش تعدى هذك الكل كيفاش نعمة ربي علينا بالنسيين ساعات على الاحزان فموضوعنا اليوم لو عندك قدرة ترجع للماضي ترجع بالزمن الى الوراء شنوه النهار اللي تعاود تعيشه نهار قديم تحب تعاود تعيشه هكا عندك شغف انك ترجع بالتوالي معرش النهار اذا وقتش مش يكون في السبعينات في الثمانينات تسعينات عام الفين عامين التالي عامل تالي شنوه هالنهار اللي تحب تعاود تعيشه من جديد شاركنا قصتك على رقم 31 3038000 موصلين معاكم حتى الاحداش تعليل في كلام القلب نصيف زيتون جديد وحبيبي وبس نسمعه بعد الفاصل بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على ايافان احلى غديو انتو ما تسبو في كلام القلب طارق الحناشي على ايافان احلى غديو التسعة واثين وعشرين دقيقة رجعنا معاكم في كلام القلب موصلين حتى للاحداش متعليل تحليكم متابعينا وينما كنتوا تتبعوا فينا واحدة واحدة مستمعينا في الكيسيت ربيعينكم مستمعينا في خدمكم موضوعنا لليوم لو عندك قدرة ترجع للماضي شنوه النهار اللي تعاود تعيشه قدرة خارقة ترجع للماضي فما نهار تختار انك تعاود تعيشه شاركنا قصتك على الرقم او شاركنا النهار هذا على رقم 31 38000 معنا ادم اهلا وسهلا اهلا وسهلا شو اهلا لك ادم الحمد لله تارك حمد لله حمد لله مين تكلم فينا نتكلم فيك الحمامية المريزقة تارك حمامية المريزقة تحقيق المستمعين في المريزقة وفي ولاية نابل والحمامية قداش العمر ايد 30 سنة تارك 30 سنة موضوعنا اليوم لو عندك قدرة ترجع للماضي شنو النهار الي تعاود تعيشه شين النهار هذا ايد يلا على بارك الله بسم الله تارك الموضوع تارك نهار نحب نرجع نعيفه ونهار نقرأ في كوليج مم نهارها ذاكها تارك ماذا بيه بالرسم نعود نعيفه خطر نهارها ذاكها غير لي حياتي الى يومنا هذا تارك معناها مزلت معناها ليه كما نقوله خليلي برشة حاجات معناها قاعدت تبع فيه للنهار هذا تارك يعني انت لما يبدو قررت ترجع لنهار بش تبدل نغير فيه حاجة يعني تعاود تعيشه وتغير فيه اي نعاود نعيشه مش نعاود بيش كما هو ليه بالعكس نعاود نعيشه نغير فيه حاجة يعني انت بش تعاود تعيشه مش حبا فيه اما حبا فيه تغييره حبا فيه تغييره معناها كان بش نرجع نغيره يحتمل تتغير احياتي معناها بتكونش كما ليه اشتها طوام تراحكيلي عن نهار هذا نهار هذا تارك هو اني مقره كولياج معناها تارك ممكن ايه تصل معناها صغير ولا جواني انا عادي معناها بش تعيش بك طفلة تارك بش تمشي تحكي معاوها معناها تارك اه 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 اعجب بي صفلة طارك يعني م zas noi cek اش بي انا سليل اكبروا كما ما李وم النهار من علناuchen اولن قلت غضوة اني قاعدك و ك prowلت assaulted نشي النحكي معاوها تود هاي exist Peak حمدك تارك ليه من غضوة أخوي تارك ماني نتكري ليسا يكل قاني خرجنا معاني هاسا بالذكرين تعال عشرة قلت تارك دريكتها وباش ننشي نحكي معها قصر شيت نشيت تارك وصلت قدامها اللي حكيته في بينه في المخي تارك ليلة كاملة عملت منه حاجة يا تارك انتي ليلة كاملة محظر انك باش تقول لها ليه قل سايش نقول لها تارك ماني نصميش ماني نصم left قل إش عمركه أختارك قيدم ام ناع ستيمانا خرج سايش هايك خلطنا لنهار المشؤوم حاسبرايل دえばك وصلت ورجعت الى يوم انهاì اسا ت Herbert من ينهار ذلك اني مغاريتش ماهية المنحكي ما قلت لهيش معا ما قلت لهيش بإذن انتي فموش كوني عجبتك كختي لي عمرك عثناش ومعترفت ليش اللي ويش لها الدرجة النهار هذا مهم تحب ترجع تبدل فيه لتوى طفلة ديك في بالك ولا أثرت على شخصيتك شني صارت أثرت أثرت على حياتي كيفاش؟ معالبنيت لكل معالب شني مثلا تقول ليش وليت ترفض تعترف من نهار ذيك جملة؟ لا تعترف كيفاش؟ مش حكي مال؟ وليت تارث معناها ما عاش عندي القدرة اني الناس جم نمشي كما نقولوا نحكي مع الطفلة معنا حتى نقضينا وياها مثلا صحاب ولا كذا تعجبني معناها ما نجمشوا كلها ما سكت تعجبك ما تقول ليش؟ تعجبني ما نقول ليش أم دونك انتي تقريبا ما تخلتش في علاقات جملة؟ لا تارث بيتران نفسخوا ونعاودوا من جديد أم فميش طفلة عاش بتك إيد؟ بارشة تارث اقترحتش على واحدة منهم مثلا تخطبها؟ لا تارث اقترحتش على واحدة منهم مثلا تصحبها؟ لا تارث حاولتش تحل هادرة مع واحدة منهم؟ لا تارث حاولتش واحدة منهم تحل هي هادرة؟ لا تارث لا تارث لا تارث علش؟ البنية تلعرفت من كل حاسبيني كيخاه وانتي شحاسب؟ انا نحب انتي كيفاش عرفت لي وما حاسبينك كيخوك وانتي ما قلت لهمش؟ نعم ايه قلولي اخويا اخونا انتي اي طفلة انا تعجبني نقعد وما بعدنا وكاذا ما نقول ليش لها تعجبني اللي اخي تقولي ايه مثلا مثلا انتي تحكي مع طفلة اسمها مريم قلت لها اهلا قلت لها اهلا مريم شو تقولك هاي اهلا اخويا اهلا اخويا ادم اخويا اللي ماذا بتوش امي ترام بدلو ده احكي مع طفلة اسمها اماني قلت لها اهلا اماني اش تقولك هاي اهلا بخويا الغالي قدومة كي تحب تلمحك الواحدة مثلا في عاد ميلاد هتقول لي عاد ميلاد سعيد لينا اش تقولك هاي ربي فضلك لي اخويا اللي نحيك علي دونك اللي نفهموه لميت برشا اخوات في هات 30 سنة اهلا كلهم اخوتي كل ما شاء الله ترام بخويا اخي اختي شنا حوالك إخويا اختي تعديد فهميش ك Myanmar ترام acá لهذه الفلي بش تخطف فهميش ماتر اعم خان كم مباحث فماش 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 اسمعني فماش وحدة هي جيت تعبر لك على اعجابها وقلت لها انت عيشختي عيشختي انا انا كان جيت تعبر على اعجابي انا نعرف انا نصبعك العارفة طارق اوكي طارق دونك انتي مدام اختارت النهار هذا تراه فيه وكأنه هو النهار الحاسم معنى تراه بالحق انه النهار هذا هو النهار اللي حدد ما يصير علاقاتك الكل فيما بعد ما وخي يا تارق كان الطفلة دي كأنا تشجعت ومشي تقول تلع رمين حبك ولا رك تعجبني اه نعرف ما نعرف بيه هنا معنى يمانين مزينة همار رمي ولت عندي القدرة اني اي طفلة ناجم نقلها نمشي لها نقلها رك تعجبني ما نخلي ايش انا بعد ما نقعد معاها ونعمل كل شي معنى وفي الاخر تقول لي ايخويا ماني ما نقول ايخويا ما نجم فنقول ايخويا رك تعجبني ويا طفلة كما تقول ايش رك ايخويا صوفت بتطرف حاجة تقول البقية الكل معاها وما قلت هلهاش معنى هانتي خاص ما بنتطرف معا بتر اذيك حاصل لك يخت كونتي ما قلت لهاش توفل خمسة ملايين طفلة في تونز نعم قديش من واحدة تعتبرك خور 4 ملايين و 930 شكون الواحد الاخر ايخوتي 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 مكش بيه معا هاي لو عندك لو عندك امنية ايخوة لو عندك امنية ادم شنية هاي انت حب حياتك فيا نعمر عرفتها وما قلت لهاش بانسو اي اكثر واحدة فيا نعمر يا نعمر اكثر اخت حبيتهم فيها معناها هاي مازلت حبها اختي اي قتل اخوية وعرص اي اسم الحب ادم من الاخر شو اي اسم الحب وعند اخت اخت مازلت اوي ونطل ونطل مازلت عبارة على عامل اللي عندي عندي في البنية يخي فيش تعمل انت بيش تحسسهم اللي انت يخوهم لها الدرد انا قلت لك ان العاملهم معناها بيه على الاخر وهي الطفلك عاملها بيه على الاخر فهم حاش تيت يبس تقول لها اني نحبك ودرك تعجبني ويبس انا بيك عن سنتيعة بيك قلت لي وليس وانا الحاجة تيت لاني انت انت انسان متربي برشا ومحلك برشا ووراك معناها انت بديم حكيتش معنا تحسين انت ادم ميور عميم تاع برشا ميور فرير شكرا لك ادم اللي شاركتنا قصتك واخترت ترجع لانهار انهار يعتبروا ادم حاسم في حياته ما بدلنا بتكسيرة في الموضوع تصورت انه النهارات اللي بش اختاروهم بش يكون فيها كل لحظة السعيدة اللي ياسر حبي يعيشها ادم اختار النهار بالنسبة لي لم يكن سعيد واثارو كانت ممتدة لسنوات القدام وخلته يبقى خجول مع كل النساء حتى لعشرين سنة اخرين من بعد اللحظة عندك احنا موصلين في موضوعنا لليوم في كلم القلب تابعوني مريح هي قدرة سحرية ولو السحرية فما كتاب كامل على لو السحرية لو عندك قدرة ترجع للماضي ترجع بالزمن التالي الى الوراء هالتالي هذا وهالوراء هذا نجم يكون شهر التالي ونجم يكون خمسين سنين التالي انت وحكايتك ترجع للماضي شنوى النهار اللي تختار تعاود تعيشه نهار فما النهار تحب تتعاود تعيشه منش عارف عليك علاش لانه فيه فرحة تحب تعاود تستمتع بيها فما شخص فما حاجة تحب تبدلها فيه كما حكي لنا ادم شاركنا هالنهار هذية وهات سيدي مفرقوه مع بعضنا على الرقم 31-380-31-380-000 بعد شوية جوزيف عطية نصبه واخدوا معنا في EFM مواصلين معكم حتى الحداش تعليل في كلام القلب تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب مواصلين حتى الحداش تعليل كل التحية ليكم مستمعين داخل تونس والخارجة تحية زادة المستمعين اللي يسمعونها في الديار بالذمة حالين يوتيوب فيسبوك ولا حالين الراديويت وانسوكم حتى الحداش تعليل في كلام القلب موضوعنا لليوم هكا يحرك فينا نوع من الحنين إلى الماضي لو السحرية لو عندك قدرة قدرة خارقة ترجع للماضي شنو النهار اللي تختار تعاود وتعيشو ثم تختار انك تحكيهولنا على الرقم 31-380-31-380-000 أنا كيتس قلت السؤالة ذايا ضربوا في مخي زوز ثلاث ايام ثم بعد ثواني اخترت نهار فما نهار حاول حتى انت تختار نهار تعاود تعيشو أزمة مش بالضرورة هو النهار الأسعد انك تعاود تعيشو تعاود تعيشو لأنه فيه يما لازمك هكا تحس بالضرورة لازمك تعاود تعيشو بش تغير فيه حاجة مهمة نحكيه في الخيال بش من غير من صعبوا فيها ولا اعتراضه على قضاء الليل يتعدى الكل نحكيه على لعبة في الخيال وإلا نهار هكا كيبش ترجع له تعرفو سعيب يتعاود اللي فيه فعلى ذاك هكا واحد يتمنى انه يعاود يعيش نهار من الماضي نسمو القصتك وحكيتك على رقم 31 300 و 8000 معنا علي اهلا وسهلا اخويا طارق اهلا بخويا علي شمحوا لك عايشك حمد لله سوفالباس الحمد لله ما صوتك لا يوحي انه سوفالباس دي ما قوله حمد لله الحمد لله ونعمة بالله منين تتصل بي ناسي علي من السفقس من السفقس قديش لعمر لو تسمح 40 سنين كانت زيد تسمح شتاعم في الدني والله نخدم في حانوة انفرماتيك حانوة انفرماتيك عام الجو والله حمد لله حمد لله تخدم فيها تخدم مختارها ولا الزز مو خير مو خير باي جميل شنو النهار بما انه اعطينا قدرة سحرية اليوم انه نرجعوا للماضي شنو النهار وانتي تسمع فينا في النصي على الولى فرزد 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 ثم قلت هذايا نعاود نعيشه متى كان ساعتيني تاريخه يلا على بركة الله والله يا اخوي اتارك على بركة الله ما عندي ما نفرس خاطر عرفت نهارا ذاكا بالذات انا واحد من الناس حياتي كلها تبدل في محمد الله هكا اي نعم عشرين زومبي الفين وطلافة وشو؟ بالربط سبعة ودرجين متى العشير عشرين سنة ونص اي على عارت التوفيات ام يلا يا رحمة ايه تنم برشا عباد اي احب ترجع للماضي لو ترجع للماضي تذكر حاجة حلوة اي هذ الغريب انتي عليش اخترت تعاود نحب نرجع لنهارا ذاكا مش تعاود تودحها او ما انتي ودعتها نهارتها ولا لا خاطر فسقية جد هكا فمن الدباجة لذا مت باكسيدون هي ما انتها رحمة الله عليها انتي وين وهي وين احنا نزوس في الدار خارجة هي هي خارجة شي التقفي نشت للكوشة بيزاع معانتها وقتها الحالش تاعة معانتها نحكي لك في زومبي الفيو تليه عند كما يقولون احنا سنية انت عقدتوا في الكوشة يعني ما زلت على الدخل انتها قلت لها طانو وانت مشي زي فقات لا قادت عش عن روحك وانتها وانت هي ساعة وانت هي ما انت عي سنية اشت عرف انت نشى زنانة معانتها اح كالي ما انت مايييييييقلقا مسي ماي كيدو مسي ماانتة فامتة يقضي ومى عندهم سوق ماانتة عادي جدا ماانتة فامتة هي حكاية ناس جرحية كما يقولون احنا هو صحاح خارج التقذي ضربتها سيارة خارجة ضربتها كربة وانتي في الدار انا في الدار انا في الدار اذاك عليش قطلك نتمنى نعود نرجع للنهار اذاك عاشرية جنبل طول كعلي يرجع استخفى الله يا ربي الواعد كلها كتبت ربي وكان جاء نكتب لينا باش نموت نتقاتلي باي اوكي برا مشي انتي معروفة نعرف كل حده عمره نعرف كل الواعد هذا كل الله قدر كلها نمنو بي لكن رغم هذا لو تروحك في بعض ضحيين قلت كيفيش حاليتها تخرج وانا قاعد في الدار برشا يعني لانو انسان يضعف ويلوم روح على حاجتك اي انا زادا مش نكذب عليها معانتها يا فتار الحق وحنا فتار الباطل وقت ري قلت لاتها ونمشي اينا خليه انتي قاتلي لها قادر رح ارتها حتى نمشي انا في ساونجي مايسها والمرأة شدت صحيح في انها شدت صحيح في انها تمشي الى قدر انا صحيت انا شكولت وقتا بعد باش نحصة تروحي شوية قلت اذاك عمره انا دينها معانتها كاو خاطره كان جاء مكتب ليانا باش نموت باكسي دون ولا باش صير لها قلح كاييرا وقاتلي باي اوكي برمشيني قاتل نمنو بالقضاء والقدر وكتبة ربي ونمنو بيشي باي الكل نعرفوه معانتها نيكيكي معانتها انسانكي وقاد بنو بي روحي وقاد دي اوكي سديجا معانتها عشرين سنة عندها طول مايكي بشاليك نره ما تقفش من الخير معانتها رغم الانسان معانتها اوكي سنات باركلا معانتها وقاد على راسو البيهي والخايد وقاد تغلط معانتها فهمتها نيه النار اذيك بالذيت نعم مستحيل لتلسا دونك علي دونك علي يستعمل القوة السحرية الخارقة بالعودة للماضي للنهار ذي توفيت فيه امه عشرين سناء ونص التالي يقول القائل عليش راجع لنهار مؤسف لكن هو يرجع حتى يعيش وداعية مع الوالدة خاطر ما ودعتش عرفت ما انسان مش بعش بها اللي يقولوا مرضت لا معانتها ساب قتلنا كما يقولوا نحن ليه مش تموت ولا تشأة معانتها في لحظة فهمت معانتها بالحق في لحظة معانتها مراد تلبس عليها ما عندها حتى مرض ما عندها حتى حكي لبس عليها بسحة حتى فهمت تمشي في لحظة كم معانتما هو الكل قدرة ربي معانتها لمحالة من التخديمة في القلب فهمت شنو اكثر ذكرا مع الوالدة اكا في مخك قعدتك معاه تحبها يسر الذكرى ديك اكصر ذكره اي في ال 20 سنائ Full HD هاي اي اي 84 90 3000 90 60 ماذا عملت اي اه نحكيلكش في الوقت الذاك high كانت نجال تكليم تمو نخوف ونحنا دفع انت اي يبل لا عبارة لا كتو مم نفس 32 اي هال �로 الن terra نفس لي فهمت فهمت ده خليت ما عملت طبقا علوش التذبح عبارة عرش في الدار عنا ان شاء الله رب يرحمها علي وان شاء الله رب يرحمها من اهل الجنة رب دي ما شاء الله يعطيك الصبر والقوة على فراقها ويقوي من ايمانك هذي طبعا الاعتراض على قضاء الله شكرا لك علي اللي شاركتنا قصتك شاركتنا حكاية عندها عشرين سنة ويش وكان من الغريب العودة الى يوم هذا والله هو سبب عودة علي للنهار هذا تخليني نقول بالحق انا عندي امنية امنيتي في الحياة اني نعيش لحظة وداع مع كل واحد بشي فرق اي واحد نحبه في حياتي ولا حبيته امنيتي نعمل معاه وداعية هكا الاخرة ما عاش نسلمه وداعية مش كاكة معناها يمشي يتوفى فجأة تغشش هالزروح واخذاوها اخذاوها هالزوه هالزوها تضرب امنيتي انه كل شخص نحبه في الحياة ما يمشي كان ما نعملو الوداعية الاخيرة على الأقل على خاطر كي ما نعملش الوداعية نقعد ياما نستنى في وداعية ما دامني عايش ولا نقعد ديما نتخيل في انه عملنا هكا سلام معتبر موصلنا معاكم في كلام القلب حتى لحداش تعليل موضوعنا اليوم لو عندك قدرة ترجع للماضي شو انهالي تعاود تعيش وكلمنا على رقم 31 3008000 31 3008000 بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طرق الحناشي على ايافان احلى غديو انتو ما تسبو في كلام القلب طرق الحناشي على ايافان احلى غديو اشتركوا في القناة 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 صحب societies جاء الله صحب هذه يعتبرين أنهиход付ه أكبر من الروحه همين يعتبرونه خطيب والله بابا احبش نحي احيت هذية وشو قولك ايش سار مع الانسة هذي الانسة هذية بالذات قلت لك قلت معي من العام هي عقلة برشة مرة ما صحبة هي رضا نكراموزين مرة عشرين اثنين هي مانا ايش تقولي عاموزين مرة صب مرة صغيرة هي وانا ايدي بريسك وانا اكبر منها بشوية ممكن اعني حاجة حاصيل وقت انا حكيم على فاصل اخلت لها عرفتش قبل اعملتش علاقاتك في قلب حيابية نكرامو بعض مجروب قلت لها عملتش قلت لي عاملت كذيك وانا اذيك قلت لي وقيت رو فيه معنى سي الممو تعمل السنة بالفاكلتية ما ما يكون انت خسر قلت لك كيفيش وقلت لها في البرشة ايشوفوا واحد اللي يشكون يعش بكم من الفاكلتية ولا حاجة وانتوكلوا على ربي قلت لها محلو قلت لعلا هو حاشم منك لعلا رعا رضيه نحظ الشيء لك انت عاقلة وبرشة نحبي شوف دمكيك اه اه اعطيه انت فيزير ايش قالت لك قلت لك ليش الفزير اللي اه نعملوا معنى ريب الحكة كان نيتها لبزار فات شيء هي لانا كلها عمل هكة وهكة اه اه اعطيتها رب الضبط شو معنى ليليس كل شيء اه طبقني هي تدخيتهم لها بالبي والتي طبق سيع معي طبقص حشاما عملا ما عملت علاقات وصيتها بش كان فهمة واحد يعجبها تمشي تلمح له فالتلميحات الكل عملتهم لي كنتي وهذا الكل يوم 14 فيفري 2004 يوم فاوز تونس بكاس إفريقيا البقية سيداحمد لو تسمح نكمل ونسمعوه بعد الأخبار شنه يرايك؟ شكرا لك نعتذر لأنه جاء وقت الأخبار ونحبو نكملو الحكاية بالمرتاح باش من كونوش مقصورين والقصة على ما يبدو مغرية للمستمع موصينا معكم حتى لحدش تعليل في كلام القلب موضوعنا لو عندك قدرة ترجع للماضي شنه النهار اللي تختار تعاود تعيشه انتي باش تقول لنا علش تحب تعيشه لأنه ممتع ولا لأنه تحب تبدل فيه حاجة شارك نقصتك على رقم 31-308-31-3008-000 بعد شوية EFM Spore مع مهدي العيدي قبل هذا الأخبار مع هايفا التويتي رجعينا معكم في ساعتنا الثانية يقعدوا معنا على EFM بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طرق الحناشي على EFM أحلى غاديو